السلام عليكم متابعي الشق الخياطة وتفصيل كنتمنى تكونوا بيخير وعلى خير ان شاء الله ياربي بسم الله على بركة الله في الدرس اليوم سنرى طريقة تفصيل سروة لارج ديال الشميز اللي فصلنا في الفيديو السابق هنا كيفما كتشوفو عندي توب 1.4 بالنسبة اللي طايل الكبار غادي ياخدو 1.5 هنا غادي نتني توب على اربعة كيفما كتشوفو الحاشية اللي كينا في الطول ديال توب غادي نفصل الامام بوحده ونرجع نفصل الضهر بوحدته اذا هنا ها هذه الحاشية كما كنحسبوهاش من بعد كنحيدوها من القياس غادي نسطر هنا الخط ديال الحزام بالنسبة لطريقة اخذ القياس ديال السيروال كناخدو الدورة ديال الحوض كنزيدو لها عشرة سنتيم او لثمانية سنتيم ديال التوسيع وكنقسموها على اربعة الخارج هو اللي كنخدمو به انا خرجت لي سبعة وعشرون هي اللي غادي ندير في القياس ديال الحزام لان الحزام غايكون فيه لستيك يعني ما تناخدوش القياس للحزام في السيروال نتخدو الكياس ديال الحوض فقط هو اللي تنخدمو به انا غادي نوضع سبعة وعشرون زائد ثلاثة سنتيم جوش سنتيم الخياطة من الجوانب وسنتيم ديال اللي غادي ندير في الوساط انا غادي نزل بالرتفاع الحاوض أرتفاع الحاوض هو القياس ديال الربوع الحاوض سبعة وعشرون وغادي نرسم خط الحاوض كيف مما كتشوفو من هذه النقطة هادي بالنسبة للرتيفاع الحوض غادي بلكم صغير يعني سبعة وعشرون مازال نزيد البنضة السروال سوف يجينا هوا هذا هنا رسمت الخط الحوض ومن هنا نوضع طول الارتفاع جوكبان 55 نوضع خط كذلك ونضع طول السروال بحال سوف نرسم الخطوط الخط العرض السروال ونرسم الخط جوكبان سوف نقوم بعمل لذا ونرسم طول السيروال نقوم بعمل ونرسم منتصف السروال ونرسم حتى نقوم بعمل ونوضع ربع الحوض وهي هو 27 ومن بعد نقوم بعمل الخط المنتصف السيروال يحدد العرض العكبة والعرض السرول من الأسفل لكي يتقلب لكم ضروري هذه النقطة نقسمها الى اثنان نقسمها الى اثنان نقوم بخط الحوض بالنسبة للحوض نخرج بخمسة سنتين في الامام والخلف يكون ضعف ديالها يعني نخرجه بعشرة سنتين هنا نرسمه ذاك شكل زاوية قائمة ومن بعد نرسمه الدورة الحوض بهذا الشكل نقوم بالنقطة في الوسط نقوم بالنقطة نقوم بالنقطة 60 سنتين نقسمها الى اثنان ثلاثين 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 نقوم بالنسبة بالنسبة لعدة السيروال العرض السيروال من الأسفل يعني مكن نجيوش هو نحط العرض السيروال أو للعرض الروكباء كامل فنصير بخط مكن الموقعت نضيف المستره مقاعره خط الحوض و خط الوقب نضيف المستره نضيف المستره نضيف المستره نضيف المستره ينظيف المستره نضيف القعدة نضيف القعدة نضيف القعدة التوبل بسيط اول حاجة نضيف القعدة الخلف من الجهة القعدة ونضيف 3 سنتيم على الامام من الجهة القعدة من الجوانب نضيف الخط مائي 3 سنتيم نضيف القعدة الخلف بالنسبة للقعدة الامام نضيف 5 سنتيم نضيف 5 سنتيم 10 سنتيم نضيف القعدة ونضيف السرول الخلف يكون أكبر من الامام بجوز سنتيم نضيف السرول كامل بجوز سنتيم لن يجعل السرول يتقلب لنا الخلف يكون أكبر من الامام بجوز سنتيم نضيف 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 ثم نضيف نضيف هذا هو الاختلاف لكاين بالامام والخلف نضيف 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 نتنى وتتوب على اتنان كنعودو نتنى وعلى اربعة صافيو كنحاولو نقدو تتوب ديالنا وكنتراسيو بهات الشكل هذا وغادي نعبروه نحن القياس ديال العرض ديال الحزان هو اللي غادي نديرو في البنضة نتراسيو وبالنسبة للطول ديال البنضة او لنفس الطول ديال اللاستيك يعني لو كان عندنا لاستيك فيه 4 سنتيم فنضربوه في اتنان يعني كنديرو 8 سنتيم وكنزيدو 100 سنتيم ديال الخياطة يعني دائما اللاستيك هو اللي كيحدد لكم الطول ديال البنضة او العرض ديالها سافيو من بعد كان قد نحاول نقسم البنضة بالمسترة بالنسبة لطريقة ديال الخياطة نجيبو الأمام شوفو معي نرسمو واحد الخط في المنتصف هذا الخط في المنتصف كيهبط حتى الاسفل وكنخيطو على بعد نصف سنتيم من كل جهة من هاد الجهة أنا خيطو على بعد نصف سنتيم اللي هي في المجموع سنتيم اللي كنا زدنا نديرو على شكل بلية هنا نخيط على الوجه ماشي على الدهر ديرتو نخيطو على الوجه نخيطوه في القطاع ديال الامام جوج يجي شكل ديالها زوين وانيق من بعد غدي نركب الجويو بالقطع ديال امام بطريقة ديال الجيب نخلي لكم في اول تعليق من بعد من نركب الجيب نجيبو نجمعو القعدة ديال امام يعني للقطع بجوج من بعد نفس الطريقة نديرو الخلف كذلك حتى وما نجيبو القطع بجوج وكنخيطوهم من القعدة نديرو الوجه على الوجه وكنخيطوهم من بعد غدي نجمع الامام مع الخلف كنديروهم الوجه على الوجه كيفما كتشوفو بطبيعة الحال كيفما كتشوفو جويبو ما اللوين كيتخيطو سوفي غدي نجمع السرول من الجوانب على بعد سنتيم نفس الطريقة غدي نديرو من الجهة الثانية من بعد غدي نجمعوه من القعدة صافي كنحاولو نقدو داك الخياطة ديال القعدة ديال الامام وديال الخلف مع بعضياتهم ما يجيوناش متفوتين باش ما يعطوناش ديفو صافي وغدي نجمع السرول من الداخل كيفما كتشوفو كنخدمو الجهة اللولة كنخيطوها من بعد كنخيطو الجهة الثانية بنص الطريقة بحال هكا غدي نخيطو الجهة الثانية من بعد غدي ندوزو باش نخيطو البنضة ديال السرول كنجيبو القطع ديال البنضة دا امام وديال الخلف لانو الامام تيكون نقص واحد سنتيم على الخلف يعني فاش ندخلو في القعدة بواحد سنتيم تيجينا البنضتي نقصة صافي هنا كنجمعو البنضة من الجوانب وغدي نجيو للجهة ديال البنضة ديال الامام وغدي نتنيوها على اتنان باش كنحددو المنتصف ديالها كنتنيوها على اتنان وكننقصمو داك المنتصف على اتنان باش تاكلم ما كان غدي نخرجو من نسيور غدي نقصمو على اتنان وغدي ندير واحد لعوينة سبحان لعوينة نقصو على اتنان فتحات الأزرار كيفما تشوفو حاله هكا نخلي سنتيم داك الخياطة والباقي نقصو على الزوج وكندير واحد لالفتحات سماية ندير اتنان فتحات الأزرار اذا لا تدير لديك الفتحة باك يعني بذلك الحديد تكون دائريا هنا ندير واحد لعوينة داك الأزرار انتم ما شوفو معي المسافة هي 100 سنتيم نفتح العوينات نركب السيك نركب الخيط المطاطي نركب الخيط المطاطي نركب الخيط المطاطي نكمل الضورة كاملة سوف نخيطه على بعد سنتين من الفوق وعلى بعد سنتين من التحت ونخليه سنتين في الواسط باش ندوزه منه السيور هاد الخطوة اما تديروه في الاول او لحتى تركبوا لستيك على البنضة على السيرويل كيف يبقى لكم ختيار خيطنا في الجهة الأولى سوف نخلي من الأسفل سنتين ونخيط سوف نخلي المسافه من السيور سوف ندوز السيور سوف نخلي المسافه من السيور نخلي طويل سوف نخليطه بحركة ثم لن تطول دولة او لما تدير السيور فى انتعني تستمر بكامل احسن انا فطلت انطباءة توب انه سير الارج يعني ليسه رياضي لكي انا تديروا السيور سوف نخليطه كامل من بعد ندخله في السرول حتى نكون ركبناها على التوب سوف نجيب البندا كما تشوفوا ونركبها إلى السرول هنا العوينات ديال البندا حاولوا تجيبوهم في المنتصف ديال الأمام أنتم ما شوفوا معايا يخصوم يكونوا في المنتصف ديال الأمام نديروا روجة البندا على روجة ديال السرول والخياطة ديال البندا من الجوانب سوف نخيط على بعد سنتيم ومن بعد سنتيم نديروا السرجي نقلب الحشية سوف نديرها مع الحشية السرول من الجوانب سوف نخيط ونجبد فلاستيك سوف نضغط المنتصف لم تفتح احنا السرول من جوانب تبت الغرزة جميع الوزة فتح السيور مع الحياطة القعدة سوف ندخل فتح السيور سوف نتنقى سمتاج من السرول من الأسفل جميع البوس ومع اللبسة بطحة منضر والبنضة السرول مع الشميس وبشعال اشتركوا مع لك اشتركوا معا اشتركوا اشتركوا مع القناة لا تنسوا اشتركوا Ahh